تحتوي كربلا على العديد من الآثار التي تعود إلى ما قبل الإسلام ومن ضمن هذه الآثار منارة موجدة تقع في مفترق الطريق الذي يربط الشرق بالغرب في الوقت ذاته التي بنيت به منارة موجدة تقع في الطريق الذي كان يمر فيه القوافل من الشرق يعني شرق العراق قلدي يعني بلاد إيران أفغانستان وغيرها باتجاه بلاد الشام يعني السوريا ولبنان وفلسطين وهالأمور هاي وسميت بهذا الاسم لأنه كان يجمع الحطف في قمتها ويتم شعله فسميته موجدة يعني ما معناته أنه موقدة يعني باللغة العربية الموقدة إيقاد النار سميت بهذا الاسم منارة موجدة في ذلك الوقت كون أحد العاملين فيها وقت الليلة يجمع الخشب لإيقاد النار لتصبح دليل القوافل وترشدهم للطريق الصحيح وأصبحت بمرور الوقت تسمى بهذا الاسم تبعد عن مركز كربلا أربعين كيلو مترا وعن الشارع العام نزولا لموقعها أكثر من ثلاثة عشر كيلو متر ارتفاعها اثني عشر مترا وقاعدتها مترين ونصف المتر مهملا وتعاني من الاندثار بصورة مخيفة تعود حقبتها الزمنية إلى القرن الخامس الميلادي والذي سبق الإسلام بقرون حقيقة من الحضارات القديمة استخدمها الإنسان القديم تم اكتشافها على يد البعثة اليابانية التي زارت العراق في ثمانينات القرن الماضي برئاسة الخبير الياباني فوجي والذي أكد من خلال أجهزة المتطورة عائدية أو تاريخ نشوء هذه الحضارة من خلال الأنسجة التي وجدها في مواقع الكهوف والتي حدد الحقبة الزمنية التي ذكرناها عشرات المواقع الأثرية منها غير المكتشفة لحد اللحظة تعاني قلة الاهتمام بها وحمايتها من السراق والظروف الجوية لتتسبب بتدميرها موقعا بعد الآخر من كربلاء جاسم الهميم قضى عين التمر ترجمة نانسي قنقر